بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله سوف نبدأ اليوم كورستا الذي سنتحدث عن نظم قواعد البيانات ونبدأ فيه مقدمة خفيفة عن الموضوع لما تجي تتكلم عن قاعدة بيانات بشكل عام باختصار فيك تحكي انها مكان بتتخزن فيه بيانات بطريقة معينة حتى تستدعيها بسرعة وبتنظيم فائق بدل الطريقة الاعتيادية اللي اكيد كنا نواجهها اياما كنا نروح على المركز الصحية الدوائر الحكومية اللي هي قعد ساعة لحتى يطلع الملف تبعك لانه كانت كلها عمال بيبرورك اللي هي عمال ورقية بينما مع القواعد البيانات وتنظيمها اصبحت الامور سلسة جدا بحيث انك ممكن تسترجع الملف تبعك او الداتا تبعتك فقط لا غير طيب وين كنا نشوف احنا الانشطة اللي بتتطلب اللي هو اتصال مع قواعد البيانات عندك تسجيل الموليد الوفيات نتائج المدرسية ايداع وسحب انظم الطيران تطبيقات قواعد بيانات تطبيقات قواعد تجارة الالكترونية هاي كل الامور لازم يكون في عندك داتا بيز لها حتى تحفظ السجلات والعمليات اللي تكاد تحدث بشكل يوم وطبعا الملفات في الوضع الطبيعي نضم ملفات البيانات احنا نتكلم عنها الملفات اكيد ادت دور كبير في تخزين المعلومات ولكن ما كان الوضع سهل لانه اه اه عالية التكرار البيانات كانت واردة و ممكن يصبح عندنا اه اه خلينا نحكي تداخل في البيانات لانه بالنهاية بيبرورك ممكن تضيع منك ورقة وهذا يسبب كوارث فالمبرمجين بشكل عام اكيد مضوا وقت طويل جدا حتى حاولوا اطوروا منظومة معينة تخلي العملية سمولتين بثلاسة تصبح بثلاسة سلاسة. طيب أنواع الملفات بشكل عام كانت في عندنا ملفات تتابعية اللي هي sequential file بمعنى انه اول ملف بيجي ثاني ملف بيجي بتخزن بعديه وثالث بعديه ورابع بعديه وخامس بعديه ولما بدك تسترجع ملف معين بدك تمر عليهم كلياتهم هذا الصعوبة في الموضوع لانه ما فيه رمز محدد لملف معين يخليك تصله بسرعة في عندك برضو الملف العشوائي اللي ممكن بناء على موقع ملف آخر فأنا ممكن أقول لك روح على سادس ملف بعد مثلا الملف الأصفر أو الملف الأحمر هاي بيسموها offset إزاحة حتى ألاقي شيء معين وممكن أقرأ الملف ومحتاجش لأي ملف آخر حتى أقرأ هذا الفرق في الملفات وترتيبها تسحب درجة تلاقي فيه ملفات بالأزرق بالأحمر بالأسود وتجد تقول له بدي رابع ملف من بعد الأحمر هاي بيسموها إزاحة وفي عندك كمان اللي هو المفهرس المفهرس هون زي فهرس الكتاب بيكون فيه آلية ترقيم معين فأنا ممكن أصل للملف اللي بديه مباشرة بناء على الرقم مشاكل الملفات وارد عندي تكرار البيانات وهذا بسبب ضياع بالجهد وبالتخزين وبالوقت بشكل كبير يسموها redundancy وارد عدم التجانس تلاقيك حاطة ملفات عملية معينة مع ملفات عملية أخرى مع ملفات عملية أخرى وهذا أوراق مخبوصة مع بعضها البعض وهذا بسبب مشاكل كبيرة جداً عندك عدم المروني الصعب تعدل على هذا الموضوع واذا بدك تعدل هيأخذ وقت وجهد كفايلات كأوراق كداكومنت عندك موضوع كمان الافتقال للمواصفات القياسية أكيد لأنه ما فيه سيستماتيك معين انت ماشي عليه انت شغال بطريقة مانيول والطريقة المانيول وارد يكون فيها أخطاء كثير ولم تكون زي الطريقة الكمبيوترايز اللي منظمة وتعمل بميكانزم واضح تعمل بميكانزم واضح فالأوراق تبقى أوراق بشكل عام عندنا موضوع كمان من مشاكل استخدام الملفات معدل منخفض لإنتاج البرامج يعود السبب لقيام المبرمج بالتصميم واستخدام كل سجل مع فتح وأغلاق كل برنامج الملفات إضافة إلى قيام المبرمج وكتاب الجمل لكل شيء داخل برامجه بتحس أن الموضوع معقد شوي لأنه في تداخل في الموضوع يعني ما في تنظيم معين حتى يخليك تنتج أكثر لأنه معدل إنتاجك بيكون أقل لصعوبة الموضوع وللتداخل ما بين الملفات في بعضها أو حتى آلية فتحها هذا كل نتكلم عن استخدام الفايل الملفات اللي هي مانيوال اللي هي بطريقة اعتيادية لدينا برضو كمان المشاركة المحدودة طبعا لأنه هي هي هارد كوبي تتشابل يعني لسه بنتكرم عن إشي ممسوك في الإيد مش إنه يكون سوفتور تقعد تترسل وتعملوا شيرينج مع بعض وصيانته أكيد صعبة جدا ووجود بينات داخل برامج مختلفة وبالتالي يلزم تعديل جميع البرامج التي تتعرض للجزء المعدل لو كنت شغال على ورق لو كنت شغال على برامج معينة بس ما فيك ما بينها وما بين برامج أخرى اللي ينحطوا داخل حيز واحد وصير الموضوع واضح عندنا بشكل عام أو سلس للتعامل عندك كمان الأمن والسرية تقريبا تكاد تكون يعني خلينا نحكي على النطاق محدود يعني إمكانية تعمين البيانات وحمايتها مستخدمين غير المصرح لهم بالوصول إليها تكون على نطاق محدود لملف بالكامل مثلا وليس لسجل أو حقل أو عنصر أو بيانات إذن بتحسش إنه فيه أمن وسرية على نطاق واسع بتحس على نطاق محدد فقط لغير مش إني أنا ممكن أفوت وأعمل أمن وحماية لأدق التفاصيل لأدق التفاصيل نظم قواعد البيانات إجتني هنا نظم قواعد البيانات بشكل عام نشأت من إيجاد أو من أجل إيجاد بديل للملفات البيانات للملفات البيانات ونظم معالجتها بشكل عام دعت الحاجة لإبتكار هذا السيستم حتى نحل المشاكل اللي ممكن تيجينا من الملفات ملفات البيانات وطبعا هون ضرورة نعرف إنه الداتا هي الماد الخام والحقائق المعروفة والمعلومات اللي هي عبارة بالأحرى عن البيانات التي تمت معالجتها بعدين أصبحت عندنا مفهومة فإنت في عندك جزئة بدك تفهمه إنه إنه الداتا هي الماد الخام اللي بصراحة مش مفهومة أنا بعتبرها بعد ما تمت عليها معالجة وبراسس أنتجت عندي المعلومات اللي بتقدر تتعامل معها بتقدر تتعامل معها قواعد البيانات أسلوب محدد لتنظيم المعلومات يبسط كيفية إدخالها وتعديلها واستخراجها إما بنفس الشكل أو مجمعة في صور إحصائية أو تقرير أو شاشات استعلام وهذا اللي حكينا عنه أنه قواعد البيانات كانت خزن فيه المعلومات لحد استخدامها طريقة استرجاعها بتاخير ممكن تعملها print out as a document ممكن تعملها على الشاشة ممكن تعملها كتقارير ممكن تعمل فرترة عليها إذن طريقة إخراج المعلومات اللي راح تحصل عليها من قاعدة البيانات هذا يعتمد على الألية والميكانيزم اللي أنت راح تستخدمها إذا أنت راح تستخدمها سواء على هارد كوبي بيبر وورت أو على رسومات ومخططات أو على سكرين حتى بشكل عام بس هي عبارة عن مكان لتخزين المعلومات أو البيانات حتى يبسط عليك تستخدمها لاحقا أو تسترجعها بشكل دوري بشكل دوري ومن خصائص قواعد البيانات تمثل بعض الجوانب من الحياة الحقيقية أنت ممكن تخزن شيء له علاقة بالواقع اللي أنت فيه زي قاعدة بيانات الطلاب وعضاية التدريس طبعا قاعدة البيانات مجموعة متماسكة من البيانات مع بعض أو مع بضع المعاني أو بضع المعاني الأصيلة لا يمكن أن يشارل لمجموعة شوائية من البيانات على أنها قاعدة بيانات قاعدة بيانات تتكلم عن شيء منظم قاعدة بيانات الجامعة فيها طلاب فيها أسادسة فيها موظفين إلى آخره وآلية تصميمها لأنه راح تعبأ في البيانات لغرض استخدام زي ما بنعبأ أسماء الطلاب وتخصصاتهم وبياناتهم وممكن تكون بأي حجم حسب ضخامة الشيء اللي إحنا مستخدمين له قاعدة البيانات نظام إدارة قاعدة البيانات DBMS اللي هو database management system مجموعة من البرامج التي يمكن استخدامها في إنشاء ومعالجة قاعدة البيانات من قاعدة البيانات كيف بدأ أشتغلها؟ وإحنا قلنا في البداية أنه في برامج قديمة زي الـ Access لكن طلع لنا بعدها كثير ضرامج زي الـ Oracle زي الـ MySQL زي الـ SQL Server هاي البرامج العظيمة هي اللي بتصير عندي لب عملية إنشاء قواعد البيانات بالأحرى بتنشئ قواعد البيانات وبتمكنك من أنك تتعالجها بطرق يعني احترافية جدا الـ DBMS برمجية ذات هدف عام أكيد إني أخذ قواعد البيانات هذا هدفي إني أنشئ قواعدة بيانات هذا هدفي وبتساعدني على التصميم بناء قاعدة البيانات والمعالجة أصمم أحد أنواع البيانات اللي بدي أنا أخذنها أبني قاعدة البيانات أبنيها بشكل سليم ومنظم وأعالجها بحيث أني أعرف بدي ملفات الفلانية بدي أرجع الملف الفلاني بدي أعدل على الملف الفلاني إذن بتمكنك من أنك تعمل كثير تاسكس على هذه القاعدة بكل بساطة بكل بساطة فحكينا من أهداف الـ DBS أو برمجية الـ DBMS بتساعد على التصميم وبناء قاعدة البيانات ومعالجة قواعد البيانات أي العمليات اللي رحصوا على قاعدة البيانات في عنا كمان هون أنه من الممكن أن يتم تسميم قاعدة بيانات واحدة تستخدم أو تستخدمها كافة البرامج والتطبيقات التي تخص جهة ما للتطبيق معين تمتاز بأن تخزين أي بيان يتم في مكان واحد فقط إلى آخرها هذا بتكلم عن شركة بتكون عاملة قاعدة بيانات كاملة شاملة لكل شؤونها من ناحية موظفيها من ناحية صفقاتها من ناحية عملياتها بشكل كامل حتى تقدر تتعامل مع كل جوانب هاي الشركة أو المؤسسة مع كلها الشركة أو المؤسسة ومن أمثلة الـ DBMS عندي الـ Access أنا أعتبره قديم الـ Oracle الـ Power Builder الـ Informix الـ MySQL في كثير برامج وأنظمة قواعد بيانات اللي راح تخلينا نشترك قواعد بيانات بشكل احترافي حنوقف هاي الحرقة لهذا الجزء وإن شاء الله الجزء الثاني بيكون تكملة للشابتر أول اللي هو المقدم الله يعطيكم ألف عافية